الخطر يقدر يجيك من الأطراف لأن كاراموكو ليلعبها الأطراف وكذلك أطروا مهاجم صريح لعبين يمتازوا بسرعة ولعبين يقدروا يغيروا من مجرية المباراة نقول لك أنه صحيح أنه ربما المنتخب الوطني في هذه الدورة عند بعض بدأ مستوى متوسط وغير مقنع لكن في المنتخبات وأكبر المنتخبات في العالم تبني منتخب لكي يفوز لا تبني منتخب لكي تخسر لأنه لو نتكلم على المردود أكيد أنه لو نريد أن يكون عندنا مردود كبير لو أكيد أنه لعبين اللي يمشون إلى البطولات خارج الوطن الآن لا يعتبر بلعبين محليين مثل سعيود غموم زرقان وغيرهم لعبين أكثر من عشرة لعبين أقول ما جيد وجد حلول وأتمكن أنه يعمل بعض التغييرات يعمل خطة تاكتيكية محكمة على حسب الإمكانيات تعلعبين اللي عنده وهذا هو المدرب هذا هو الناخب الناخب لي ليلقى حلول حتى من ناحية الفنية حتى من ناحية التهديفية أقول سجلنا هدف في كل مباراة تقول لي ربما المنتخب الوطني في المبارايات الربع اللي خادها لم يتلقى حتى هدف لأنه تكلمنا على ثلاث مبارايات لكن نسوا مباراة التحضيرية في نفس الملعب أمام منتخب غانا ولم نتلقى حتى هدف هذا ربما أي منتخب قلت في كم مرة ولا فريق يبنى على أسس دفاعية ما نفوش لكن ما نخسرش لأن اليوم نحن أمام مباراة أقول مباراة صعبة أكيد صعبة المنتخب الإفواري بدأ منتخب عنده بعض اللاعبين نذكرتهم أنه عندهم بعض الخصوصيات خاصة السرعة التمرير كذلك المحكم تمركز الجيد تعلى المهاجمين لهذا نقول لك أنه مباراة رح تكون أكيد صعبة لكن نقول لك احنا رح نلعبه أمام جمهورتنا رح نلعبه أمام ميداننا الجمهور رح يكون ربما عامل أساسي في هذه المباراة لأنه رح يدعم المنتخب الوطني منذ بداية المباراة حتى نهايتها